بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الكبائر باب تكثير السواد في الفتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قبل أن نبدأ ننبه إلى أن درس البلوغ يتوقف ونكمل هذا الكتاب إن شاء الله فإن بقي في الوقت شيء رجعنا إلى البلوغ وإلا فإني أظن أن الوقت لا يزيد عن تكميل هذا الكتاب أما قول الشيخ رحمه الله باب تكثير السواد في الفتن معناه أنه ينهى أن الإنسان يدخل مع أهل الفتن ويكفر عددهم بل كما سبق عند الفتن المسلم يعتزل هذه الفتن ويكف يده ولسانه عن الدخول فيها إلا إذا كان له مهمة في الإصلاح وتقليل الشر أو منعه فإنه يدخل لأجل الإصلاح أما أن يدخل ويشارك في نشر الفتن والقتال فيها فهذا منهي عنه نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم من حمل علينا السلاح هذا فيه منع الإنسان يشارك في الفتن فلا يحمل السلاح فيها بل يكف يده فليس منا هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من من فعل ذلك قد اختلف العلماء في معنى قوله ليس منا هل معناه أنه يكفر أو أن ذلك من باب الزجر والوعيد ولا يكفر أو أنه يتوقف عن تفسيره ويمر كما جاء وهذا هو الصحيح أنه يمر كما جاء ويتوقف عن تفسيره لكن مع العلم أن الإنسان لا يكفر إلا بالنواقض المعروفة نواقض الإسلام المعروفة ولكن هذا والله أعلم من باب الوعيد والزجر ليكفى الإنسان عن الفتن وعلى كل حال فكما سبق أنه إذا اشتعلت الفتنة فعلى المسلم أن يسعى في الإصلاح ويطفى الفتنة مهما استطاع فإذا لم يكن له تأثير ولم يقبل منه أو ليس عنده استعداد لهذه المهمة فإنه يبتعد عن الفتن يبتعد بنفسه عن الفتن ولا يشارك فيها بين المسلمين وقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا الغش معناه عدم النصيحة الغش ضد النصيحة والمسلم يكون ناصحا الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين معامتهم يعني خاليا من الغش ناصحا يعني خاليا من الغش ويكون ظاهره كباطنه نقيا سليما طاهرا والغش كبيرا من كبائل الذنوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا فإن هذه اللفظة إذا جاءت مرتبة على ذنب دل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائل الذنوب والواجب على المسلم النصيحة نصيحة في المعاملة النصيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير النصيحة في المشورة إذا استشير فإنه يُبدي المشورة الصحيحة التي يراها النصيحة إذا تُمن على شيء من الأسرار أو من الأموال أو من الأعمال فإنه يكون ناصحا أي خاليا من الغش هذه صفة المؤمن فإن لم يكن كذلك فهو متوعد بهذا الوعيد نعم وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي وقال أخبرني عبد الله بن عباس أنه ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية وقوله وَلَاكِمْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعْ نعم وهذا الحديث فيه أنه فرض على أهل المدينة أن يجهزوا جيشا لقتال المسلمين في الفتنة التي نشبت بين أهل الشام وبين ابن الزبير وبين الأمويين فهذا الرجل كإكتتب في هذا الجيش الذي طُلِب من أهل المدينة يجهزوه ليغزو فيه فلقيه عكرمة البربري مولى بن عباس وتلميذه فأنكر عليه ذلك أنكر عليه أنه يكتتب في هذا الجيش الذي يشارك في الفتنة وفي القتال بين المسلمين هذا محل الشاهد من الحديث وذكر عن ابن عباس في تفسير الآية في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن عرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها وبقوا في مكة فلما صارت وقعة بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على أن يخرجوا معهم يقاتلوا المسلمين فكان منهم من يقتل من المسلمين من يقتل فأنزل الله في حقهم هذا الوعيد لأنهم كثروا سواد المشركين على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يجوز تكثير سواد أعداء الإسلام على المسلمين من الكفار والمشركين وهذا يدل أيضاً على أن أنه لا يجوز تكثير أهل الفتنة فكل قتال محرم فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيه لأنه يكثر سواد أهله ويساعدهم على الفتنة كما أن من كان مع الكفار يساعدهم على المسلمين نعم والرواية الحديث نعم الحديث اللي بعده الله أحسن لك عيدهم جديد عندك حديث مختصر في آخر بعد الآية ولكن من رضي وتاب إيه أنت أدمجته مع الآية وهذا مستقل هذا فقراه حسن الله قال رحمه الله تعالى وقوله ولكن من رضي وتاب نعم هذا في الولاة الذين يحصلوا منهم ظلم أولاة أمور المسلمين هم من المسلمين ولاة من المسلمين يكون منهم ظلم على الناس أو يكون منهم فعل شيء من المنكرات التي لا تصل إلى حد الكفر ومنها تأخير الصلاة عن وقتها فيحصل منهم فيحصل منهم مخالفات لكنها لا تصل إلى حد الكفر فهؤلاء من أنكر عليهم بلسانه فقد بري بأن يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله وكذلك من أنكر عليهم بقلبه ولم يرضى فعلهم فقد بري لكن من لم ينكر لا بلسانه ولا بقلبه ورضي وتابع معهم فإنه يكون آثما فإنه يكون آثما فهذا دليل على أصل من وصول أهل السنة في أنه لا يجوز الخروج على الولاد مهما بلغ من تصرفاتهم السيئة ما لم تصل إلى حد الكفر بالله عز وجل لأن في الخروج عليهم أضراراً كثيرة أشد من البقى على ما هم عليه من التقصير من سفك الدماء واختلال الأمن وتسلط الكفار فلا يخرج عليهم من أجل منكر لا يصل إلى حد الكفر لأن الخروج عليهم يلزم عليه فتن وشرور وأمور فضيعة ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يقوم بالواجب من النصيحة وموعظة الولاة وتذكير الولاة ونصيحتهم نعم قال رحمه الله تعالى باب ذكر العقوق نعم من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين والعقوق من العق وهو القطع فإذا قطع الولد بالر والديه إذا قطع بالر والديه فقد عققه والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك لأن الله سبحانه ذكر حقه أولاً بعبادته وحده لا شريك له ثم ذكر حق الوالدين في آيات كثيرة وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً يا أبني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدين فهكذا يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه فمن أخل بحق الوالدين فهذا عقوق وهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب نعم وقول الله تعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير نعم ووصينا الإنسان وكان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير فأمر بشكره سبحانه على نعمه التي لا تُعَدُّه التي لا تُعدُّ ولا تُحصَى والتي كلها منه لا من غيره ثم أمر بشكر الوالدين لأن الوالدين أعظم مُحسنٍ بعد الله سبحانه على الولد فأولاً إحسان الله على الإنسان ثم إحسان الوالدين فهما أعظم مُحسنٍ على الولد بعد الله سبحانه وتعالى فحقهما يأتي بعد حق الله وعقوقهما يأتي بعد الشرك بالله عز وجل في الإثم والفضاعة وصينا الإنسان بوالديه وصيناه وفي الآية الأخرى وبالوالدين إحسانا وصينا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا أن يُحسن إليهما بالقول وبالفعل وبجميع أنواع الإحسان وبالخدمة لهما وبالتواضع لهما وبكف البذاءة والكلام السيء ورفع الصوت عليهما وغير ذلك كل هذا من القطيعة ومن العقوق صن الإنسان بوالديه ثم ذكر العلة في ذلك الحق العظيم حملته أمه وهنا على وهن لا شك أن حمل الأم للجنين أن فيه مشقة عليها عظيمة وفيه آلام ومقاسات لا يعلمها إلا الله تحصل للحامل تحمل إنسانا في بطنها وفي أحشائها وفي أحشائها هذا يكون فيه مشاق عظيمة على جهدها وصحتها ونشاطها ثم وضعه وما في الوضع من الخطورة التي قد تفضي إلى الموت حمله وفصاله يعني فطامه إرضاعه وهنا على وهن وفصاله في عامين كما قال تعالى والوالدات رضعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالأم تقاسي من الحمل وتقاسي من الوضع وتقاسي من الرضاعة فلذلك صار حقها على الولد عظيما كما يأتي وعقوق الوالدين كبيرة تأتي بعد الشرك بالله عز وجل نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله فقال هل من والديك أحد حي قال نعم بل كناهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأقسم صحبتهما أخرجاه هو اللغض لمسلم وهذا الحديث أيضا فيه أن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد في سبيل الله والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه ليس له قصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى فقال أحي من والديك أحد قال نعم كلاهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد تبتغي الأجر من الله قال نعم فأرجعه صلى الله عليه وسلم إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد فهذا دليل على عظم حق الوالدين وأن حقهما أعظم من الجهاد الذي ليس فرض عين الجهاد الذي هو فرض كفاية أعظم من الجهاد الذي هو فرض كفاية مع فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يخرج للجهاد الشرعي الجهاد الشرعي إلا بإذن والديه إذا كان الجهاد فرض كفاية لأن حق الوالدين فرض عين وفرض العين مقدم على فرض الكفاية ففي هذا رد على هؤلاء الذين يخرجون إلى ما يسمونه الجهاد وهو ليس جهادا إنما هو فتنة وشر بدون إذن الوالدين أيضا فجمعوا بين جريمتين عقوق الوالدين وأنهم توجهوا إلى شيء ليس هو من الجهاد في سبيل الله بل هو من الفتن والشرور نعم وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال فهل لك من أم قلت نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت نجليها رواه أحمد والنساء وهذا مثل الحديث الذي قبله هذا الرجل جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له سأله هل أمه حية قال نعم فقال له صلى الله عليه وسلم يلزمها أي يبقى عندها ولازم خدمتها وكن تحت أمرها فإن الجنة تحت قدميها بمعنى أن الجنة والثواب في خدمة الوالدين وبر الوالدين وقريبة منهما الجنة قريبة منهما لمن وفقه الله لبر والديه وأن البر بالوالدين أفضل من الجهاد أفضل من الجهاد الذي هو فرض كفاية وهذا أيضا يعكد أنه لا يجوز الخروج للجهاد الذي هو فرض كفاية إلا بإذن الوالدين بعدما يأذن الوالدين أو أحدهما من كان موجودا منهما نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أخرجاه نعم نعم وهذا يؤكد حق الوالدين ويرجح حق الوالداء فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبته أي بمصادقته وملازمته فقال له صلى الله عليه وسلم أمك قال ثم من يعني بعد أمي قال أمك قال ثم من قال أمك ثلاث مرات قال ثم من قال أبوك فهذا دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب لأن الأم قاست من الآلام والأتعاب والمشقة أكثر مما يقاسيه الأب فكان أجرها مضاعفا على أجر الأب ثلاث مرات لأنها أجر على حمله أجر على حمله وأجر على وضعه وأجر على إرضاعه ثم تشترك مع الأب في الأجر الرابع وهو التربية تربية الولد فالأب له أجر واحد والأم لها ثلاثة أجور لأنها تقاسي من الأتعاب والمشاق والآلام أكثر مما يقاسيه الوالد ولكل من الوالدين الحق ولكن حق الأمي أرجح نعم وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس الكبائر يعني من الذنوب لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر والكبائر اختلف العلماء في تعريفها والصحيح أن الكبير كل ذنب توعد الله عليه بالنار أو لعن من فعله أو رتب عليه حدا في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر فهذه هي الكبائر وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور بل نهي عنه فقط وأما الكبائر فهي ما نهي عنه ورتبت عليه هذه الأمور فهذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر والكبائر والكبائر تنقسم لا قسمين أكبر الكبائر وما دونها الكبائر ليست على حد سوى بعضها أكبر من بعض وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم عقوق الوالدين ثم عقوق الوالدين ثم الزنا أعيد الحديث قال الكبائر قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس نعم وقتل النفس هذه من أكبر الكبائر أكبر الكبائر هذه الثلاث الشرك بالله وعقوق الوالدين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وسأل ابن مسعود الرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تزانع حليل تجارك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فجعل فجعل الشرك بالله والزنا بزوجة الجار وقتل الولد القتل كله محرم بغير حق قتل المؤمن محرم بغير حق ولكن قتل القريب أشد كما أن الزنا بزوجة الجار أشد من الزنا بغيرها فالكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض والشاهد من هذا أنه عد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر أدل على تحريم العقوق وأنه من أعظم الكبائر نعم واليمين الغموس واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار واليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار ومعناها أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا كأن يقول شريت هذه السلعة بمئة ريال وهو كذاب لأجل أن يرفعها على المشتري ويحلف على ذلك يقول والله لقد اشتريتها بكذا وهو كذاب أو أنها سيمت منه بكذا وهو كذاب هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وفي الحديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ورد في حديث آخر والمنفق والمنفق سلعته باليمين الكاذبة هذه هي اليمين الغموس وليس لها كفارة إلا التوبة إلى الله سبحانه والاستغفار وعدم العود لمثلها نعم قال رحمه الله باب ذكر القطيعة نعم لما ذكر عقوق الوالدين وهو أكبر القطيعة ذكر القطيعة مع بقية الأقارب والأقارب جعل الله لهم حقا على قريبهم وهم كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وبني الإخوة وبني الأعمام والأخوال والخالات كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأبوين فإنهم من ذوي الأرحام لهم حق جعلها الله بعد حق الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرباء وبذي القرباء وذي القرباء هو ما هم من بينا ضابطهم من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم لهم حق عليك وقد قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فلعن من قطع أرحامه هذا يدل على أن هذا كبير من كبائل الذنوب فذو الأرحام لهم حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرباء واليتام والمساكين والجار ذي القرباء والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت عمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة نعم وقول الله تعالى وما يضل به إن الفاسقين الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض هناك هم الخاسرون قال تعالى في القرآن يضل به كثيرا أي القرآن ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى لأن الفسق في اللغة هو الخروج وما يضل به إلا الفاسقين منهم وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون فذكر أن من جملة الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل والأرحام مما أمر الله أن توصل فالذين يقطعوها ممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فذكر أن الله يضلهم وذكر أنهم فاسقون وذكر أنهم خاسرون فهذا وعيد شديد لمن قطع رحمه نعم ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل الجنة قاطع رحم جبير جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا وعيد شديد ليس معناه أنه يحرم من الجنة نهائيا كما يحرم الكافر ولكنه لا يدخلها الله أعلم لا يدخلها من أول وهلة فقد يعذب في النار قبل أن يدخل الجنة فهو لا يدخلها كما يدخلها المؤمنون من أول وهلة فلقد يتأخر دخوله قد يعذب في النار وليس معناه أنه يحرم نهائيا من دخول الجنة لأن هذا لا يكون إلا للكافر هو قاطع الرحم ليس كافرا إنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب نعم بسم الله ونهما عن نبي هريرة رضي الله عنهم أربوعا إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع قال نعم أما ترضين أن أصن من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فالعسيتم إن توليتم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا ورقامكم نعم الرحم من جملة المخلوقات خلقها الله جل وعلا ولما خلقها عاذت بالله أي لجأت إليه واعتصمت به من القطيعة فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعته قالت بلى قال قال فذلك لك فهذا دليل على أن من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله لأن الجزاء من جنس العمل وأن الله أعطى الرحم هذا الحق أدل على عظم حق الرحم ووجوب صلته صلتها وتحريم قطعها ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فذكر أن قاطع الرحم مع المفسدين في الأرض وتوعدهم الله باللعنة فهذا وعيد شديد وخطر كبير في قطيعة الأرحام نعم قال رحمه الله تعالى باب أذى الجار نعم من الكبائر أذى الجار والجار هو الذي يسكن إلى جوارك سواء كان ملاصقا لبيتك أو قريبا منك فالجار له حق في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى من جملة الحقوق العشرة والجار بالقرب والجار الجنب والصاحب بالجنب فالجار له حق من جملة الحقوق العشرة وفي الحديث أو فيه أحاديث أخرى منها حديث أن ما زال جبريل يصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وجاء الوعيد الشديد على من آذى جاره جاء الوعيد الشديد على من آذى جاره نعم بسم الله وقون الله تعالى والجار للقرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل والجار الجنب الذي يقرب منك والجار الجنب نعم والجار ذي القرب الجار ذي القرب الذي له قرابة نسبية منك لأن الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم له حق الجوار حق القرابة حق الإسلام وجار له حق وهو الجار المسلم غير القريب له حق الجوار حق الإسلام وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم الجار له حق ولو كان غير مسلم لو كان يهوديا نصرانيا له حق له حق واحد نعم عن أبي شريح رضي الله عنه مرهوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أخرجا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والضيف هو الذي يمر بك في القرى أو في البوادي يريد القرى يمر بك يريد القرى أي الطعام والشراب لأنه مسافر ومحتاج فله حق فمن الإيمان بالله إكرام الضيف والذي لا يكرم ضيفه هذا يدل على أنه لا يؤمن يعني ليس إيمانه كاملا لا يؤمن ليس إيمانه كاملا من كان يؤمن بالله يعني الإيمان الكامل وليس معنى أن من لم يكرم ضيفه يكون كافرا وإنما معناه أنه ناقص الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وهذا محل الشاهد من الحديث ودل على أن إذاء الجار نقص من الإيمان نقص ينقص الإيمان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يراعي لسانه فإن كان الكلام فيه خير في الدين والدنيا فليتكلم وإن كان الكلام فيه شر في الدين أو في الدنيا فإنه يمسك لسانه نعم والشاهد منه فلا يؤذي جاره نعم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ثلاث مرات قال لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل قيل من يا رسول الله الذي هذا شأنه قال من لا يؤمن جاره بوائق أي غدراته لا يؤمن جاره غدراته لأن الجار له حق أن تكرمه وأن تحترمه وأن لا تطلع على عوراته وأن لا تستمع إلى كلامه الذي لا يحب أن يستمع إليه الجار لا يتحسس على الجيران وتسمع ما يقولون ولا ينظر إلى بيوتهم ويتطلع إلى عوراتهم ولا يكون في بيته شيء يؤذيهم من أصوات أو معازف أو مزامير أو روايح كريهة أو غير ذلك يكف ذاه عن جاره لأن الجار له حق والجار اعتمنك الجار اعتمنك وسكن إلى جنبك لأجل أن تحافظ على كرامته فإذا خنته في ذلك واتطلعت على عوراته ونظرت إلى بيته تطلعت إلى نسائه فقد خنته وبقت به والبوق هو الخيانة هو الخيانة والخيانة ضد الأمانة فعلى المسلم من يحترم جاره غاية الاحترام كما يحترم نفسه كما لا يرضى هو أن أحدا يؤذيه أن أحدا يطلع على داخل بيته أن أحد يتسمع عليه ويفشي ما يسمع أن أحدا يصدر منه عليه أذى فكيف يرضاه لجاره الإنسان يقيس على نفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولاحظوا أن هذا الجار عام حتى الكافر حتى الجار الكافر إذا كان جارا لك فلابد أن يأمن بوائقك وغدراتك نعم وللترمذي وحسنه عن ابن عمر مرفوع خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره خير الأصدقاء خيرهم لصديقه بأن ينفعه ويعينه على ما ينفعه وينصحه ويعلمه ما يحتاج إليه ويسد حاجته إذا احتاج بإطعامه أو إقراضه إذا احتاج إلى قرض أو غير ذلك هذا خير الأصدقاء وخير الجيران أنفعهم لجاره كذلك تبذل نفعك لجارك حتى لو أنك صنعت مرقة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ماءها وتعاهد جيرانك فلا تظهر أنك تشتري الفواكه واللحوم وهم فقر وتشق عليهم في أنهم محرومون من هذه الأشياء وأن تظهر هذه الأشياء إما أن تخفيها ولا يدرون بها وإما أن تطعمهم منها تدفع لهم شيء منها ولا تجعل مع أولادك مظاهر غنى وأولاد جيرانك فقراء فيحصل بذلك كسر نفوسهم فكل هذه من الأمور التي تراعى مع الجيران نعم وفي المسند وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر مرفوعا أيما أهل عرصة أصبح فيه ممرء جائع فقد برئت منهم الذمة العرصة المراد بها المكان والمحلة فإذا كان أهل هذه العرصة من جيرانهم أحد جائع قد بريأت منهم الذمة ذمة الله سبحانه وتعالى وهذا وعيد شديد في أن الجار لا يجوز له أن يشبع وجاره جائع بل يطعمه ويعطيه ما يسد فاقته نعم وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ليس المؤمن هذا نفي كمال الإيمان الذي يشبع وجاره جائع ليس عنده شيء بل عليه أن يطعم جاره وأن يعطيه ما يسد جوعته فهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي حتى ولو كان هذا لاحظ ولو كان هذا الجار كافرا إذا كان فقيرا فلا تشبع وهو يجوع بل تعطيه وتطعمه ما يسد حاجته نعم وفي رواية لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاويا مثل الأول لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل من بات شبعان وجاره طاويا يعني لا جايع بات جاره على الجوع هذا بات على الشبع وهذا بات جاره على المجاعة الذي يتصف بهذه الصفة يكون ناقص الإيمان وعليه وعيد شديد فهذا فيه الحف على تعاهد الجيران بالإحسان وسد الحاجة التي يعانون منها نعم قال رحمه الله تعالى باب الاستخفاف بأهل الفضل يكفي نقل عند ها حسن الله لكم معلشيخ وبارك فيكم ونفع بغنيكم أستاذ معلشيخ لانتباع 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 معلشيخ الرباق والردين النبي مع نرس حبيب الله اتفضى الشيخ أحسن الله إليكم وووو وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين سألني أقول سألني نسيحين في بلدي أن نضي هو المشحف من درجم ليقرأ فيه بحث عن الحق علما أن المثمن الدرجم دمائم أسلم قرآني أن يلون ليتنطي وإياه أسلم المدين نعم لا بأسان تعطي الكافر مسيحياً كان أو غير مسيحياً تعطيه المصحف المترجم لأن هذا بمنزلة التفسير ترجمة تفسير فأنت تعطيه كتاب تفسير أما إذا كان المصحف خالياً من التفسير فلا يجوز إعطاؤه للكافر المصحف الخالي من التفسير لا يجوز إعطاؤه للكافر أما المصحف الذي معه تفسير بمعنى أن تذكر الآية ثم يذكر ترجمتها فهذا لا بأس ولكن هنا تنبيه وهو أن بعض التراجم يجعل الصفحة كاملة من القرآن ثم يجعل الترجمة أو التفسير على هوامشها هذا مصحف يسمى لا يعطى للكابر إنما الكلام على الآيات المتفرقة الآيات المتفرقة في الصفحات وكل آية معها ترجمتها ترجمت معانيها وإلا لاحظوا القرآن لا يترجم لفظه ولا أحد يستطيع يترجم لفظ القرآن لأنه معجز إنما الترجمة لمعاني القرآن ولذلك تجدون مكتوبا عليها ترجمة معاني القرآن الكريم ولا يقول ترجمة القرآن الكريم هذا تفسير ولا بأس أن يعطاه من يستفيد منه ويرجى إسلامه يطلع على الإسلام على معاني القرآن فيكون هذا من وسائل الدعوة نعم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه صاحبهما في الدنيا معروفا أحسن إليهما وضر بهما واخدمهما ولو كان كافرين نعم صاحبهما 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 هل بعض الأعمال صانعهما يبثل بعض الكبائر كما أن أنه يبثل الصغائر الصحيح أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة إنما التكفير بالأعمال الصالحة يكون للصغائر فقط قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ترامي المصف لأنها تدورها بعض أولاد ثم لم تتدور هذه المرأة بعد أجل تربية أولادها وحفظهم فهي ماجورة على هذا إن شاء الله نعم ولا دلة عموم العناية العناية بالأولاد وتربية الأولاد نعم المصف الأسهم على الأسهم على الأفتيهية لأنه لم يتبين لأمرها ويوم تغيره وفيها غرر وفيها غرر وجهاله وفيها وفيها رباء وفيها قمار وفيها شرور قل ما يسلم من هذه الأمور شيء من هذه المساهمات الغريبة التي كما تعلمون لا يتولاها وكيلك الذي تأمنه وتعتمد عليه إنما يتولاها شركات أو شركات أجنبية أو أناس الله أعلم بهم نعم حسنا أفضلت الشيخ أطرم الله أفضلتكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بهم والمسلمين وعلى ذلك في موازين حسنتهم هذه سائلة تسألك أحرمت للعربة مع زوجها ولم تكمل العربة لشدة السهام ولمكائب لها فاضطرت للحروج ولم تكمل العربة ومضت الآن ثلاث أشهر مع زوجها وقد شامعت فما دع لها وما دائل زوجها هي باقية في إحرامها هي باقية في إحرامها فإذا ما تيسر لها أن تأتي إلى مكة وتؤدي العمرة يجب عليها ذلك مع الاحتفال بأحكام الإحرام تجسن بالطيب تجسن باللبس البرقع والنقاب والكفازين تجسن لمحظورات الإحرام إلى أن تسنح لها الفرصة تأتي وتؤدي العمرة على المطلوب والشرعي وتذبح شاتاً عن الجماع الذي حصل عليها في مكة وتوزعها على الفقراء فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام نعم أحسن الله عليكم قال سيد النساء أنه تابع لله ورجعه واستقامه ولكنه يحتفل له بشريط فيديو بإسم المحرمة ويرجع له بعد فترات من الزمن ثم يتوب ويرجع فماذا علي وبماذا توجبونه وماذا صفره كذلك من بانه وصيره عليه العثم إذا رجع إلى هذا الشريط وفيه محاذير وفيه مراء سيئة تخل بالأخلاق فإنه يأثم بذلك وعليه التوبة ونوجهه بإتلاف هذا الشريط إتلاف هذا الشريط حتى يسلم منه نعم سبحانه ورحمة الله وإعطاء الله وإنه يأثم بإمكانك هذه المدينة وفيه مدينة لبا مع الشيخ عقليه للأتفال ومشبه هل الأخ من الرباع يعتبر للأرحام أم لا؟ نعم الأخ من الرباع ليس من ذوي الأرحام لكن له حكم أنه يكون محرما للمرضعة يكون محرما لها ولبناتها تكون هي أمه من الرباع وأولادها إخوة له من الرباع ولكنه ليس من المحارب رضاء إنما يثبت المحرمية فقط ولا يثبت النفقة ولا يثبت الولاية ولا يثبت شيء من أحكام القرابة وأما حديث إيش؟ لا يدخل جنة قابل هذا مر بنا قريبا أنه حديث لا بأس به هنا سألني أقول يسأل المهدي الظلمان لا أعلم لا أقوم من أمتي يتوم يوم القيامة بها سمات كأرثال جهة الجبال تقامة بهم فجعلها الله فبارها كثرة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام والذين يذكروا بالمحارب الله لانتهكوها وقد سمع من أحد المشاهدون هذا يدل على كفر من عصى الله في خلواته لا يدل على كفر من عصى الله في خلواته لكن يدل على أن السيئات تأكل الحسنات وأنه يوزن يوم القيامة توزن سيئاته وحسناته ولو كانت حسناته أمثال الجبال إذا كانت سيئاته أكثر منها رجحت بها وصارت هباء منثور نعم هذا سهل يكون فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة آمنت رضيح طريقة التعامل مع الصوفية ولحوهم أنه يخالفون الممام الأسماء والسيئات تعامل مع الصوفية ومع غيرهم من المخالفين يكون بالدعوة إلى الله وتوضيح الحق لهم وبيان الطريق الصحيح لهم لأن هذا من النصيحة ومن الدعوة إلى الله فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فإنك تبرع ذمتك وتقوم عليهم الحجة بذلك مش بقية السؤال بقية السؤال كالتعامل مع الصوفية ينصحون ويبين لهم الطريقة الصحيحة ومنهج السلف الصالح فإن استقاموا وقبلوا فالحمد لله وإن لا فإنها تبرع الذمة بمناصحتهم وتقوم عليهم الحجة نعم فضلت الشيخ صاحبون عندنا في العمل شخص من دوسي ونتعلم معه بالمعاملة الطيبة وعسل الخرم وإذا قال له عن الخرم على المسلم فإننا أتكلم علينا من كلام كبير كما تردنا لذلك أهل بذلائك الآن هم على المهمة مع المذهل من الشيخنا هل نستمع في دعوته الإسلام نعم واصلوا النصيحة معه ولو كان يغضب واصلوا النصيحة معه ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والعرض السليم واصلوا معه هذا لعل الله أن يهديه ولا بأس بقبول هدية الكافر قبول الهدية لا بأس بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المقوقس ملك نصر وكذلك كان الصحابة يهدون إلى أقاربهم من الكفار فالهدية بين المسلم والكافر لا بأس بها نعم الصلاة والطواف هذه أعمال بدنية هذه أعمال بدنية ثوابها للعامل ولا يهدى ثوابها للغير أما الأعمال التي تهدى للأموات والأحياء هي ما وردت الأدلة به كالصدقة عنهم والدعى لهم والحج أو العمر عنهم هذا ما وردت به الأدلة أنه يهدى للآخرين من المسلمين وأما غير ذلك فالله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيبقى أنه لا يهدى إليه إلا ما ورد به الدليل المخصص لهذه الآية الكريمة نعم العالم التقي العالم العامل بعلمه هو الذي يأخذ قوله العالم العامل بعلمه التقي الذي يتق الله سبحانه وتعالى ألا هو الذي يأخذ بقوله نعم أحسن الله أقول لكم نقول نعطي من خضيلة الشيخ ترطيها كيفية السلة الرحيم مع المقالب هل يعطوا من المال إذا طلبوا ومن إذا لم يأخذ من المال اعتبر طاطع أرحيم مثل الغمام والنبات والخالات نعم من الصلة أن تعطيهم من المال إما عن طريق الهدية إذا كانوا أغنية فإن الهدية لها تعثير في المحبة والارتباط وإما من الصدقة إذا كانوا فقراء فهم أولى بصدقتك وبزكاتك لأن الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة فيها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة نعم أحسن الله عليكم وهذا سألنا أقول أن يجرس يا شيخ أن يسافر أنا وزوجتي في رمضان سفر سياحة ونزهة علما أننا في هذا السفر سنفتر فيه أكيدنا هذا ثابتنا الله السياحة والنزهة ليست من الأغراض التي يسافر في رمضان من أجلها ويترك صيام رمضان ويترك فضاء الرمضان تضيع عليك فهذا أمر يفوت عليك و ما لا تحصل من سفر السياحة مع ما في السياحة من الخطورة ومن الآثار السيئة الذي ننصح لك به أن تبقى أنت وزوجتك في شهر رمضان للصيام والقيام والتلاوة القرآن واستغلال شهر رمضان فيما أودع الله فيه من الخير فربما لا يعود عليك مرة ثانية نعم لا بأس بذلك أنه يجمع ويقصر في الطريق ذهابا وعيابا وفي مكان العمل أيضا لأنه بحاجة إلى الرخصة بحاجة إلى الرخصة وإن كان هذا يحصل يوميا فهو أشد حاجة من الذي لا يسافر إلا بعد مدة فالذي يتكرر سفره هذا أولى بالرخصة من الذي يتأخر سفره بعد مدة نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل يجوز السفر لبلد الشرك بالتنازل لا يجوز السفر لبلد الشرك إلا بشروط أولا أن يكون هناك حاجة إلى السفر إما لعلاج لا يوجد في بلاد المسلمين وإما لتجارة يستقدمها من بلاد الكفر ويشتري من هناك بضايع وإما للدعوة إلى الله عز وجل وإما لتعلم علم لا يوجد إلا عندهم ونحن بحاجة إليه فهذه الأمور تبيح السفر مع التمسك بالدين مع التمسك بالدين والبعد عن ما يخل بالدين ويخل بالشرف نعم السلام عليكم وهذه أسنية مغادتنا من موقع الدروسي الصفية لتبال بلمان وسائل من ليبيا يقول السلام عليكم نحن لا نزيد على ما عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة من تعريف الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يكفينا هذا ولا نريد الزيادة لأن الزيادة تهضي إلى النقص نعم أحسن الله أحسن الله وإذا كان حلف فإنه يدخل وأما إذا لم يكن حلف وإنما باعها فيها عيوب لم يعلم بها ولم يكتمها فالبيع صحيح لكن إذا تبين عيب فإن للمشتري الخيار بين أن يمسكها ويأخذ أرش النقص وبين أن يردها ويأخذ الثمن نعم أحسن الله وإليكم وهذا سأل يقول تأشيرات العمل باركم بينها على عبالة الأجنبية والعمل بها خالجا عن التفال وجزاكم الله صحيح تأشيرات العمل يتبع فيها نظام الاستقدام الذي وضعته الدولة ولا يخالف لا تجوز المخالفة النظام الذي وضعه ولي الأمر للاستقدام نعم هذا من العبث بالتمثيل بالشعر والتقليد والتشبه فلا يجوز الشعر يترك كما هو بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل هو مخير إن شاء أن يحلقه وإن شاء أن يجوزه جميعا إما أن يحلقه جميعا ويجوزه جميعا أو يتركه جميعا ولا يعبث به نعم شكرا وإن شكرا وإن شكرا وإن شكرا في مدين الطائر جميعا ومعالي شكرا عليهم والترغيب فيهم من غش المسلمين وهل يدخل في الوعيد المذكور في الحديث نعم عند مدح أهل البدع وثنى عليهم والترغيب في مجالستهم هذا من الغش للمسلمين لأن الواجب العكس أن يحذروا الواجب أن يحذروا من المبتدعة ومن الجلوس معهم ومن مخالطتهم هذا هو النصيحة نعم أثابكم الله يقول السائل حصل من خالتي موقف أدى إلى أن أحد إخوتي هجر زوجته أربعة أشهر وكاد أن يطلق زوجته فغضبنا عليها أنا وبعض إخوتي وهجرناها منذ ستة أشهر تقريبا فهل علينا شيء نعم عليكم شيء حقها لا يسقط إذا أخطأت فأنتم لا تخطئون صلوها وأحسنوا إليها وانصحوها مما حصل منها لكن لا تسقط الصلة والحق بسبب أنها أخطأت نعم حسن الله إليكم يقول أمي تأمرني أن أذهب بها إلى الأعراس التي فيها منكرات فهل يجب علي طاعتها مع إنكار عليها باللسان والقلب هذا لا يجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا والد ولا غيره إذا كانت الأعراس فيها منكرات فلا تذهب بها إليها وانصحها عن ذلك نعم أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول تقدم إلي ابن خالتي وهو رجل غير ملتزم وأنا قد منى الله علي بالالتزام فرفضته لهذا الأمر ووالدتي حريصة عليه وتحاول الضغط علي لأوافق عليه حتى أصبحت تبكي ليل نهار وتقول لي أنها غاضبة علي لأني لم أوافق عليه فما حكم فعلي هذا وهل يعتبر عقوقا لها علما أن والدي متوفى وولي أمري أخي الذي لم يتزوج بعد فتراه أمي صغيرا في هذا الموضوع ولا يستطيع الإدلاء بدلوه في هذا الأمر الزواج من حقك أنت لا تتزوجي إلا بمن ترضين دينه وخلقه وليس لوالدتك أن تجبرك على ما لا تريدينه فإذا خلفتها في هذا فأنت على حق وأخذت بحقك وهي المخطئة هي المخطئة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل أساء أخو زوجتي إلي إساءة كبيرة وأقسمت أن أقطع صلتي به تماما فلا سلاما ولا مجالسة معه فهل علي إثم في ذلك وهل تجب صلته أم لا يعد من الأرخام كونه أخو زوجتك كونه أخو زوجتك هذا ليس من الأرخام هذا من الأصهار هذا من الأصهار وليس من الأرخام والمسلم له حقا على المسلم ولو لم يكن قريبا فيحسن إليه وكفر عن يمينك كفر عن يمينك واسمح عنه نعم أحسن الله إليكم يقول هل صلة الرحم يجب أن تقصده البيت أو يكفي أن أسلم على من أريد أن أصله في المسجد يكل مكان سلم عليه في كل مكان إذا لقيته أو اتصل به وسلم عليه نعم السلام ليس له مكان مخصص نعم أحسن الله إليكم إذا تعارض الوالدان في أمر يطلبانه مني فأحدهما يأمر بعمل والآخر ينهى عنه فمن أقدم في الطاعة إذا لم أستطع الجمع بينهما أصلح بينهما وأقنعهما فإن اقتنعا فالحمد لله وإذا لم يقتنع والأمر مباح ليس معصية فإنك تقدم الوالدة إذا كان الأمر مباحا ليس به معصية ولم يقتنع فأنت تقدم طلب الوالدة أحسن الله إليكم يقول السائل ما صحة حديث المرأة من حين حملها حتى تضع حتى البصال كالمرابط في سبيل الله لا أعرف هذا ما أدري نعم أثابكم الله يقول السائل أن له ولد ولد وبعد فترة ظهر في رأسه قمل فأخذ مبيد الحشرات ورش رأس الطفل ليلا وصباحا فمات الطفل فماذا يلزمه هذا مفرط حيث ولم يستشر الطبيب إن كان استشار الطبيب وأعطاه هذا الدواء فليس عليه شيء لأنه محسن أما إذا كان لم يستشر الطبيب فهو مقصر يكون عليه كفارة لأنه تسبب في موته تسبب في قتله خطأ نعم مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل المعرفة وهم الأطباء نعم أذابكم الله يقول السائل ما حكم صلاة ركعتين نهاية كل يوم بنية تكفير الذنوب بناء على قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أيما عبد أذنب ذنبا ثم تطهر فأحسن الطهور وصلى ركعتين غفر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم هذا حديث التوبة هذا حديث التوبة واجهة تسمى صلاة التوبة إذا أراد أن يتوب وتوضى وصلى ركعتين وتاب إلى الله فهو على خير إن شاء الله نعم يقول نهاية كل يوم لا ما هو نهاية كل يوم عندما يتوب يصلي أول مرة ويتوب إلى الله ويكفي هذا فإن تكرر منه الذنب وتاب مرة ذانية يفعل هذا هذا مقارن للتوبة نعم ما هو بعدد الأيام نعم أحسن الله لك يقول أيضا تكمل للسؤال صلاة الشكر ما حكم المداومة عليها بشكل يومي بعد كل عمل صالح يعمله الإنسان ليس للشكر صلاة إنما الشكر له سجود سجود الشكر عند تجدد نعمة واندفاع نقمة هل يسمى سجود الشكر سجود مجرد ولا أعرف أن الشكر لفصلته نعم أثابكم الله ما حكم العقيقة إذا ولد مولود في الشهر السابع ثم مات هل تجب العقيقة على والده الوجوب لا تجب حتى ولو ولد وسلم حياة ما تجب العقيقة سنة ما هي واجبة سنة عن المولود إذا نفخت فيه الروح سواء بقي على قيد الحياة وتوفي يعق عنه هذا سنة إن فعلها له أجر وإن تركها فلا يثمع عليه نعم أثابكم الله قل رجل له أربعة أبناء أحدهم متزوج وعند الأب عمارة تتكون من شقق فهل يجوز للأبي أن يسكن هذا الابن المتزوج في أحدى الشقق مع العلم أن هذا الابن المتزوج غير محتاج وقال له بعض الناس أن هذا ليس من العدل بين الأبناء نعم إذا كان الابن غنيا فليس له أن يسكنه إلا بالأجرة أو يعطي إخوانه مثله أما إذا كان هذا الابن محتاجاً ولا يقدر على الاستئجار فإنه يسكنه في الشقة لا بس نعم أو في العمارة نعم أثابكم الله هذا آخر سؤال يقول قدمتم من تبوك إلى الطائف ومنها الباحة وسأقيم في الطائف سبعة أيام هل أقصر وأجمع أم أقصر جمجاً إذا كنت قيم سبعة أيام عازم عليها أنك تقيم سبعة أيام فليس لك قصر ولا جمع لأنك مقيم لست مسافراً نعم صلى الله عليه وسلم والشيخ مباركة فيكم